استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حي منظر الشعبي التابع لمديرية الحواك بمحافظة الحديدة بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات أمطرت الحي السكني بثمانية صواريخ كاتيوشا وثمانية قذائف مدفعية هاون بصورة هستيرية وأضافت المصادر أن القصف الهستيري الذي شنته الميليشي الإرهابية خلف حالة من الهلع والرعب في صفوف المدنيين القاطنين في منازلهم لا سيما النساء والأطفال ما قد ينذر بنزوحهم وتعرض حي منظر السكنية المكتظي بالمنازل الشعبية للقصف والاستهداف الحوثي بصواريخ الكاتيوشا والقذائف المدفعية بشكل متكرر في الأشهر الأخيرة مخلفا دمارا هائلا في الحي ودفع بمئات الأسر إلى النزوح